اشتركوا في القناة ونهاية الحديث محتاجين نبدأ القصة من الأول حتى نتبين كيف تتركب الأمور مع بعضها البعض القرآن الكريم يحدثنا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فنظريا في عهد ما في مكان ما في زمن ما كان الناس فكانت البشرية جسما واحدا كم حجم أين كان ليست عندنا تفصيلات تاريخية عن الموضوع لكن كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ثم يقرر القرآن الكريم موضوعا آخر ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم فالناس هذا الاختلاف الاختلاف تكويني بمعنى أن الإنسان يجب أن يعيش معه لا فرارة من قضية الاختلاف فهو سبب من أسباب الخلق أن الناس يكونون مختلفين وبهذا الاختلاف يتكاملون بهذا الاختلاف يتكاملون القرآن يقرر حقيقة ثالثة وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا فإذن هذا التنوع هذا الاختلاف التكويني يحتاج لآلية التعارف لآلية التعارف سأقف قليلا عند آلية التعارف لأنها تعني كثير جدا في السياقات التي نتحدث عنها عندما ننظر لقضية التعارف ونقرأ في كتب التفسير يقول ليعرف بعضكم بعضا فيقول هذا أنا من قبيل التميم وهذا يقول أنا من الآوس وهذا يقول أنا من الخزرج هذا المستوى الذي تتحدث عنه كتب التفسير وتغرق كثيرا في الحديث عن قضية ماذا تعني قبائل وماذا تعني كلمة شعوب اليوم نحن في الإطار المعرفي البشري المعاصر يبدو أن هذا الفضاء الصغير للكلمة لم يعد فأصبح النقص مفتوحا على هذا التنوع البشري العملاق الممتد في البسيطة بشكل كبير جدا إذن لتعارفوا هنا بالمعنى الإنساني العام فيها أبعاد وعمق تبدو أكبر من مجرد أن يقول الإنسان أنا من البلد الفلاني أو أنا من العائلة الفلانية أو أنا أبي فلان هي تعني شيئا من هذا التواصل البشري الذي يجعل التكامل ممكنا يجعل التكامل ممكنا فأن يعرف كل طرف من الأطراف ماذا عنده وماذا عند الآخرين ماذا يحتاج منه وماذا يحتاجون منه كيف يمكن أن يؤسس لمجتمع إنساني واسع التنوع ويجعل هذا التنوع ثروة يجعل هذا التنوع ثروة هذه القضايا الكبرى الموجودة يضيف لها القرآن أن هناك بين هذه الأمم أمم لها تجانس فيقرر القرآن مثلا أن هذه أمتكم أمة واحدة بسبب هذا الترابط الموجود داخل إطار معين مثل الترابط الديني الموجود بين المسلمين أن هذه أمتكم أمة واحدة أو أمة واحدة فهذا التنوع هذا التنوع العرقي هذا التنوع الديني هذا التنوع المصلحي هذا التنوع في الأفكار هذا التنوع في الأيديولوجيا بشكل من الأشكال يفترض أن يكون ثروة وغنى ويؤدي إلى سبر ومعرفة وزيادة محصلة إنسانية معرفية وبحث عن المشترك لإحداث التكاوم لا يفترض أن يكون هو كارثة إنسانية بمعنى البحث عن المختلف البحث عن المختلف لإدارة النزاع إذا تقدمنا قليلا في الحديث وتكلمنا عن عالمنا الذي نعيش فيه عالمنا الذي نعيش فيه بشكل من الأشكال اليوم هو محصلة التطور الأوروبي شيء نام أبينا هو محصلة النظام الرئيس مالي وتطور الحياة السياسية الأوروبية بشكل من الأشكال فأوروبا والعالم من قبلها كان يعرف الملكية وقضية الرعاية يعني الملك ولديه رعية هذه الرعية الرابط الوحيد بينها وبينه أو أهم رابط بينها أنها تدين له بالولاء تخضع له سواء تعددت عرقيا أو دينيا أو مذهبيا لكنها كلها تعتبر رعية فالرعية هنا مفهوم زمني يعني الخضوع للسلطان وبغض النظر عن هذا التنوع اللي موجود داخل المجتمعات في نهاية القرن الثامن عشر بدأت تبرز فكرة أن كل شعب يحق له في دولة وأرض والشعب هنا وناس عندهم مشاعر وأحلام ولغة ورغبة في العيش المشترك فهؤلاء إذا توفرت لهم هاي المواصفات يحق لهم في وجود أن يحصلوا على قطعة أرض وأن يكونوا كيانا سياسيا من هنا جاء المشروع الصيوني المشروع الصيوني جاء على هذه الأرضية أن اليهود يكونون شعب وهذا الشعب قوميته هي قومية اليهودية له تاريخ مشترك له لغة مشتركة فيحق له في أرض ويحق له في سيادة هذا لم يكن في السابق في الدولة التي تقوم على قضية الرعية لم يكن هذا هو الأساس إذن مع الوقت تغير الأساس الذي تقوم عليه الدولة لم يعود تقوم على مبدأ الرعية ولكن أصبحت الدولة تقوم على مبدأ اختياري أن ناس لهم مشاعر مشتركة لهم لغة مشتركة لهم جذور مشتركة لهم رغبة في العيش المشترك يحق لهم في قطعة أرض وأن تكون لهم عليها سيادة ومن هنا ولدت الدولة الحديثة الدولة الحديثة بشكل من الأشكال افترضت طبعا في التشكل هذا لم يكن حقيقيا بهذا المعنى لم يكن حقيقيا بهذا المعنى حتى في الدول التي بدأت به يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أول الدول التي بدأت بعد الثورة الأمريكية بتحقيق هذا النسق هذا النسق أعراب كثيرة ديانات كثيرة اختلافات كثيرة لغات كثيرة لكن هناك رغبة في العيش المشترك في العيش المشترك كونوا شعبا واعتبروا هذه الأرض ملكهم وبالتالي يحق لهم أن يكون لهم إطار سيادة لكن هل حصل حقيقة هذا النوع من الاستفتاء الجمعي والحديث الجمعي على قضية نرغب في العيش المشتركة والانفصالة وكذا لا لا هي في التشكل الحقيقي هذا ليس ليس شيئا يعني موجودا وبعد رحيل الاستعمار افترض أيضا فرضية أخرى أن كل الكيانات التي سيخرج منها سيحولها إلى دول أو دويلات بهذا الاعتبار المعرفي أن والله هؤلاء ناس عندهم رغبة في العيش المشترك في العيش المشترك الحقيقة لم يكن هذا هو الواقع هي كانت فرضا يعني جلس سايكسو بيكو ورسموا الخطوط وقسموا العالم في كل المستعمارات في العالم واعتبرت يعني صحة تعبير مسلمة أن هؤلاء رغبين في العيش المشترك في العيش المشترك إذن ولدت عندنا الدولة القطرية المعاصرة في ظل قضيتين كبيرتين القضية الأولى تغير من فكرة الرعية إلى فكرة العيش المشترك وهذا تغير ضخم جدا تغير ضخم جدا أعتقد أننا في الفضاء الإسلامي لم يدخل في فضائنا بهذا المعنى المعافر نحن نتكلم عن الدولة التي فيها الرعية بشكل من الأشكال أما قضية الناس الذين اتفقوا على العيش المشترك فهو معنى عصري يفترض أنه في وجود آلية تراضي بطريقة ما وفي اتفاق ولو ظني على القبول بهذا العيش المشترك بهذا العيش المشترك هذا أيضا أدى إلى أن هذه الدولات تدخل أيضا في تعاقد مفروض يعني مع تشكيل المجتمع الدولي المعاصر حدث تغير فيما يسمى بالسياسة الدولية فالسياسة الدولية هنا صنعها المنتصر صنعها الأقوية وقرروا أن يجعلوا لها شكلا قانونيا محددا من داخل عصبة الأمم أو من داخل الأمم المتحدة فأصبح هذا الإطار الجديد المرسوم الذي يقال عنه أن هناك شعب تجمعه يجمعه تاريخ مشترك ولغة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وأعطي قطعة أرض أن تكون له السيادة على قطعة الأرض في ظل احترام القانون الدولي واحترام المواثيق الدولية واحترام العالم الذي يعيش فيه وبالتالي ولد العالم المعاصر من بطن هذه التحولات هذا جعل للدولة المعاصرة نمطا في التفكير جعل للدولة المعاصرة نمطا في التفكير وأقصد هنا بالدولة المعاصرة أنصح التعبير ليس مجموع البشر الموجودين فيها إنما طريقة إدارة الحكم نمط التفكير في إدارة الحكم الحكومة المعاصرة بشكل من الأشكال ما دامت مسؤولة عن هذا الشعب الذي اتفق على المشترك العام والتجمع العام من الموجود أنها معنية بقضية المحافظة على الوجود والمحافظة على الاستقرار والتنمية إذن أصبح جدام هذه الدولة أمام هذه الدولة الوليدة أي حكومة ستأتي يفترض نظريا أن عندها ثلاث هموم كبرى الهم الأول استمرار الوجود أن لا تزول أن تبقى هذه الدولة أي أن كان حتى لو كانت من خمسة عشر ألف شخص أن المحافظة على الوجود الموضوع الثاني أن تسعى باستمرار للاستقرار كمقدمة للتنمية وبما أن العقد هذا مشترك فهي مسؤولة عن قضية التراضي العام لكن إحنا قررنا قضية كبيرة جدا في بداية حديثنا اللي هي قضية فاختلفوا وقضية ولا يزالون مختلفين يعني بمعنى آخر أن في ظل هذه التكونات هناك طبيعة إنسانية طبيعة تكوينية في البشرية اللي هي الاختلاف اللي هي اختلاف والتنوع إذا أردنا دفع العجلة للأمام محتاجين نقول أين تكمن خطوط الانقسام المحتمل في المجتمعات هو إلى الآن لم يحدث انقسام هناك انقسام محتمل تكويني لا دخل للإنسان فيه بمعنى أنه قد يولد فيه ولا يختاره فهناك مثلا قضية العرق خط انقسام محتمل خط انقسام محتمل فقد نجد أمامنا عرب وقد نجد أمامنا أكراد وقد نجد أمامنا أفارقة وقد نجد أمامنا أمازيغ وقد نجد أمامنا وناس مختلفين عرقيا مختلفين عرقيا وهذه تشكل خطوط انقسام محتملة خطوط انقسام محتملة وتشكل تحدي في قضية ما يسمى الراغبة في العيش المشترك وهناك انقسام على قاعدة الدين خط انقسام محتمل على حسب قاعدة الدين فقد يوجد المسلم والنصراني واليهودي والبوذي والهندوسي سميه ما شئت إذن سنجد على قاعدة الدين أيضا خط انقسام محتمل خط انقسام محتمل قد نجد خط انقسام مذهبي أيضا خط انقسام محتمل مذهبي بمعنى ان ينقسم الناس سنة وشيعة وإباضة وفي الطوائف المسيحية قد تجد طوائف مختلفة ومتنوعة مثل ما يحدث في لبنان مثلا نفس الطوائف المسيحية عندها خطوط انقسام داخلية في المداهب المسيحية وهناك خطوط شوية أكبر من هذه مثلا خطوط الانقسام القطرية يعني كان نقول مصر وقطر والسودان والسعودية وكذا أيضا هذه تشكل خطوط انقسام محتملة في وجه الوحدة المفترضة في وجه الوحدة المفترضة يعني لو قلنا سنوحد الوطن العربي مثلا باعتباره عنده أحلام ولغة وحلم بالعيس المشترك تشكل هذه الحدود والفواصل خط انقسام محتمل وهناك ما هو أضيق من ذلك اللي هو خطوط الانقسام اللي مبنية على الحزبية يفترض الأحزاب عبارة عن تكوينات لمساعدة المجتمع عن التعبير عن الاختلاف في ظل الوحدة نظريا يفترضونها تكوينات لمساعدة المجتمع عن التعبير على الاختلاف في ظل الوحدة فيتفق الناس على دستور وعلى قانون ثم الناس عندهم أراء سياسية في قضية الحصول على الوجود والاستقرار والتنمية وبالتالي كل الناس يقدمون ووجهة نظرهم ما هي خلطتهم المناسبة لإحداث الوجود والاستقرار والتنمية في مجتمع ما مثلا سنجد عندنا السودانيين اليوم عندهم خطوط قسام كبيرة في كراسي في الكذا في كراسي في الغراء اي نعم اتفضلوا يا اهلا وسهلا عليكم السر يا مرحبا يا مرحبا الله يحييكي بارك فيك فعندنا خطوط انقسام قتبنا على الاختلاف الحزبي بمعنى من الامعاني اليوم نجد مثلا السودان عندهم خطوط انقسام ضخمة جدا مبنية على قاعدة الاحزاب سنجد في خلسطين فتح وحماس عندهم انقسام مبني على قاعدة الاحزاب اذا خطوط الانقسام شواء كانت عرقية او دينية او مذهبية او قطرية او حزبية هي في الواقع بالابتداء هي خطوط انقسام محتملة يعني ان صح التعبير ليس بالضرورة انها ستحدث الانقسام لكنها تعمل خطا في المجتمعات بشكل من الاشكال قد يؤدي في مراحل لاحقة اذا مرت عليه شروط السياسة والاقتصاد والقرارات الى حدوث الانقسام الفعلي والحقيقي اذا بمعنى من المعاني نستطيع ان نقول ان خطوط الانقسام المحتملة موجودة في كل المجتمعات خطوط الانقسام المحتملة موجودة في كل المجتمعات لكن هناك مجتمعات تحولها لخطوط الانقسام حقيقية وفيه مجتمعات تنجح فيه ان تحولها لخطوط التقاء وتعاون وتستفيد من هذا التنوع اللي موجود في داخل هذه في هذه المجتمعات بدرجة من الدرجات طيب ما الذي يحدث عندما تمر السياسة والقرارات السياسية والاقتصادية على خطوط الانقسام باعتبار خطوط الانقسام موجودة في الأرض وستعبر عليها رياح القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل من الأشكال عبر الزمن إذا مرت هذه الرياح بشكل خطأ بلحظة تاريخية معينة فقد تحديث مطالب بالنسبة لأطراف هذا الانقسام يعني بشكل من الأشكال تصبح عندك حركة مطلبية حركة مطلبية درجات إما حركة مطلبية خافتة وإما حركة مطلبية يعني أنصح التعبير ناطقة أو صارفة يعني في أحيانا كثيرة تكون وصلت لمرحلة الكذا لكن تتحرك لي هذا الأمر عادة في المجتمعات يولد مخاوف من حصول الانقسام الحقيقي يعني الآن عندك أنت قرارات خاطئة تمر على انقسام محتمل تعطيه إن صح التعبير صوتا تعطيه صوتا ويبدأ خوف الأكثرية من أن يحدث الانقسام ردت الفعل الطبيعية مزيد من المزيد من التضييق مزيد من التضييق والكبت وهنا قد تستخدم القوة لفرض انصح التعبير للسياسة والاقتصاد باعتبار أن القوة حل سهل سهل الاستخدام في الوهلة الأولى يبدو أنه يبدو أنه حل فيأتي التهديد بالقوة وباستخدام القوة وعشان تستخدم القوة محتاجة مبرر عشان تستخدم القوة تحتاج إلى إلى مبرر عندها يبدأ استعداء لغة استعداء تستخدم فقد تتهم هذه الأقليات وهذه الجهات الآن بمختلف أنواع التهم قد تكون بعيدة جدا عن مطالبها الحياتية المطروحة لكن الآن سنبدأ في استخدام لغة معينة للتعبير عن هذا الاختلاف وبالضرورة الاستعداء فيه انتقاص كبير جدا من الطرف الآخر تهم وأوصاف ومعاني إلى آخره وتبدأ المسألة تنتقل من مرحلة ما هو محتمل إلى مرحلة ما هو قائم إلى مرحلة ما هو قائم وقد تتطور إلى قتال دماء تسفك وهذا طبعا ما يسهل استدعاء الآخر يعني عندما تصل إلى هذه الحدود تبدأ قضية الطرف الأضعف يستدعي يستدعي الآخر يستدعي أحد نجدته بصورة من الصور بصورة من الصور هذا قد يحدث بشكل حاد في فترة معينة لكنه الأخطر منه لما يتحول لحالة مزمنة ما الذي يحدث إذا تحول إلى حالة مزمنة الانقسام يقال أنه يكتسب جسما معرفيا يعني لا يعود مجرد ناس غاضبة لاحتياجات يومية يبدأ يكتسب جسم معرفي يكون له عقائد يكون له مسلمات يكون له مفاهيم ثم يكتسب لغة تعبيرية شعر أدب نصوص رمزية معينة مناسبات معينة يتخذها وسيلة من وسائل أنصح التعبير تخزين وأزمنة المشكلة الموجودة وهذا طبعا يخلق مشاعر وأحاسيس مشاعر وأحاسيس مشاعر الخوف والغضب والكراهية تبدأ تصبح متلازمة مع اللغة المستخدمة الشعر والأدب والنثر والقصص والروايات التي تروى مع الحادثة هذا يخلق حالة أخرى له قابلية التوريث لا يعود نزاعا مرتبطا بزمن معين وبحادثة معينة يصبح له قابلية الاجترار والتكرار في فضاء معين إذن انتقل الصراع من حالة قد تكون في لحظة زمنية معينة في حدث زمني معين في مكان معين إلى لغة وجسم معرفي ومشاعر وأحاسيس وآلية انتقال بشكل من الأشكال هذا الموضوع لا يعود قاصرا على طرف من الأطراف كل الأطراف تبدأ تمارس نفس الجسم معرفي ولغة وقصائد وشعر واستدعات وأحاديث وإلى آخره وقابلية التوريث تصبح قابلية التوريث أيضا منتشرة وعندها كما يقول الدكتور حسن من حسن في بعض مصطلحات رائعة ولو انها جات في سياق الحداثة سننقلها إلى هذا الفضاء يصبح هذا مكتوبا بالحبر السري في اللاوعي لأنه ينشأ معه الطفل فعنده مفردة معينة تستدعى أحاسيس معينة تستدعى أحاسيس معينة وتستمثر طاقات سالبة معينة عندها عندها يكون المشهد انصح قنابل موقوتة يعني تهدأ فإذا قرار ثاني تنفجر تنفجر مرة أخرى طيب إحنا قررنا في بداية الحديث إن الاختلاف والتنوع هذا ما نستطيع أن نحن نقضي عنا ووجود تكوين ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وبالتالي لن يأتي يوم نستطيع أن نقول صفرنا خطوط خطوط الانقسام عملناها عملناها صفر يعني البعض يعتقد أن مثلا عنصر الدين قد يلغي خطوط خطوط الانقسام وهذا مش صحيح مش صحيح وقد يلطف منها قد يخفف من حدتها لكن بشروط موضوعية بشروط موضوعية أن تكون القرارات المتعلقة بالسياسة والاجتماع والاقتصاد عادلة لكن وجود الدين في حد ذاته أن أنا مسلم والكردي مسلم والأمازيغي مسلم هذا لا يجعل بالضرورة أن نحن سنتفق لأننا قد نكون على مستوى القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ما زالت عندنا إشكاليات يحتاج إلى شروط أخرى عندها يصبح عامل ملطف وعامل مهد وعامل تجميع عندما في حد ذاته ليس حلا ليس حلا يعني في بعض المناطق الآن مثلا يحدثني بعض الناس في دارفور أن أحد أكبر قادة العمل المقاوم للحكومة وهو كان قائد الدبابين في الجنوب يعني أبو المجاهدين في الجنوب بمعنى آخر أبو الإسلام الحي المتوقد يعني في الخطوط الأمامية لدولة السودان الإسلامية الآن يقود الإنقسام الذي موجود في دارفور شخص بهذه الروحية بهذه الحيوية بهذا العطاء الآن لا تفلح قضية مجرد وجود الدين كمشترك عام يعني نزرت بعض القيادات السودانية وأحسبهم من الصالحين جدا يعني اثنين وخميس صيام وذكر وقراءة قرآن كل ما يمكن أن يقطر في بالك وهذا رئيس المجاهدين قائد المجاهدين لكن ليس هذا ضمانا لقضية الحل المشكل الانقسام لأنه عندما تمر عليه رياح القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد تقضي عليه قد تقضي عليه لا يعود له هذا المعنى الذي نتخيله ولذلك البعض يعتقد أن الحل دائما أن نقول نحن مسلمون وكلنا يعني شيء واحد وإلى آخر بس هذا في الحياة الطبيعية العادية للناس لا الناس قد تنقسم على أشياء كثيرة على أشياء كثيرة جدا طيب إذا كان هذا موجود وذاك موجود ما هي الآلية ما هي المآلات المحتملة لهذا النوع من النزاعات الأول اللي هو الأصعب أن تجد هذه الأمور حلاً عادلاً أن تجد حلاً عادلاً ولو على مدى زمني وبالتالي تعود إلى أنها خطوط انقسام محتملة وليست خطوط انقسام حقيقية أن يعاد تطبيع رد من الفجوة ويعادة تطبيع تطبيع الأوضاع المسألة الثانية أنه قد يتحول هذا إلى إذا فشل إلى عملية وقف الاستقرار والتنمية صحيح قلاقل في الدولة مثل السودان مثلاً وقلاقل مستمرة تأكل من رصيد التنمية وبالتالي تفاقم من قضية الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية وفي مراحل معينة قد تصل إلى تهديد وجود أن الدولة الوحدة تنشطر إلى دولات لا تعود دولة لا تعود دولة واحدة إذن هناك ثلاث احتمالات إما أن نجد له حلاً وإما أن يصبح عنصر كابح للاستقرار والتنمية وإما أن يصبح حقيقة مهدد للوجود وبالتالي يؤذن بتفتت ما يسمى بالدولة القومية الدولة القومية التي كنا تكلمنا عنها عندها ثلاث أشياء تطلبها الوجود والاستقرار والتنمية كيف يمكن أن نصل صح التعبير للحل الأول نجد حل للانقسامات لأن في مجتمعات وصلت إلى تسويات إلى تسويات بمعنى آخر قد لا تكون وصلت إلى قضية الرضا لكنها قد تصل إلى درجة القبول يعني الرضا عملية صعبة قلبية لأن كل إنسان يحس أنه يحس أنه بدرجة من درجات مضلوم لكن أن تصل إلى درجة القبول أن يقول شخص أنا قبلت بهذه القسمة وتعالوا نفعل هذا القدر من القضايا التي تم الاتفاق عليها طبعاً طبعاً عشان يتحقق هذا محتاج أنصح التعبير ثلاث مستويات من العمل ثلاث مستويات من العمل أو استراتيجية عامة محتاجين أن نفكر على مجموعة خطوط الخط الأول اللي هو الخط البنيوي طويل المدى ومحتاجين أن نفكر في المسار الثاني اللي هو الحل العاجل قصير المدى ممكن نطلق عليه اطفاء الحرائق اطفاء الحرائق ايش الحل اللي هو طويل المدى ويش الحل اللي ممكن يقودنا إلى اطفاء الحرائق الحل البنيوي طويل المدى ممكن نقولنا في ثلاثة أشياء أساسية موجهة نظري في الورقة اللي مكتوبة طبعا هذا يعني كلام صح التعبير صعب جدا يقول إنسان حلا لكن يعني في ما أنا فكرت فيه نحتاج إلى مراجعات فكرية عميقة للجسم المعرفي واللغة والمشاعر اللي مكتنزة داخل هذا النزام نحتاجين أن نعمل سبر سبر معرفي لأطراف النزاع والجسم المعرفي الذي خلقوه واللغة المستخدمة والأحاسيس المستدعى وبالتالي نستطيع نبني آلية تفكيك وتوافق يعني في جامعة جورجتاون عندي بنتي في سنة أولى فعندهم مادة الأنثروبولوجي علم الإنسانيات وأحضرت لي الكتاب قالت لهذا الكتاب الذي ندرسه نظرت للكتاب وفتحت أقرأ فيه وجدته عبارة عن كتاب يتكلم عن الأنثروبولوجي من وجهة نظر سود في الولايات المتحدة الأمريكية وهم يقومون بعملية تعريف وتوصيف الجسم المعرفي الذي يخلق الأحاسيس ضد السود واللغة المختزنة في الأنثروبولوجي اللي يدرسها طالب الجامعة التي تؤدي إلى التمييز العنصري حتى يعملوا على تفكيكها كورس كامل الطلابهم داخلين جورج تاون يدرسون التراث الذي تركه البيض عن الأذر اللي يسمونها الأذرنس الآخر و يدخلون في أعماق أعماقه سلمت وسلمت يدك يدخلون في أعماق أعماقه لتفكيكه والمطالبة باستبدال اللغة وتحويل الجسم المعرفي وإعادة لغة الأنثروبولوجي بحيث لا تؤدي إلى تحويل الانقسام المحتمل إلى انقسام لأنه يخلق في ذهنية الطفل وفي ذهنية المتلقي وبعده يصعب نزعه على المدى الزمني الطويل كنت في في بريطانيا أيام الدراسة وقدر الله سبحانه وتعالى أن يأتيني شباب من إحدى الدول العربية اللي فيها أزمة فحضر بعض الشباب سكنوا معي في البيت لغة ما يجدوا بيتا وهما جايين من حزب من اتجاه حزبي معين فوجدتهم عندهم لغة وتراث قصصي عن فئة أخرى مناوئة لهم داخل المجتمع وكثيفة لغة وكثيفة لغة والاقتراث القصصي واللغة عنيفة جدا هؤلاء الشباب خرجوا وجاء أناس سكنوا إلى جواري من الفريق الفريق الآخر وجدت ذات البنية المعرفية اللغة المختزنة والجسم المعرفي القصصي الحدثي اللي يروي خيانة الطرف الآخر وعمالة الطرف الآخر وكذا إلى آخر فقلت لهم أنت هذا المركب يحتوي كل عناصر عناصر الأزمة أنت عندك محاضن تنتج الأزمة قد يكون بعشرات السنين قبل قبل ظهورها ما تحتاج بعدين إلا إلى حدث بسيط وتسيل وتسيل الدماء إذن مطاردة العمق المعرفي والجسم المعرفي واللغة المكتنزة والتوافق على إزالتها لمصلحة الجميع هو النقطة الأولى وهذا ما يفعله الآن مثلا في الأنثروبولوجيا السود في الولايات المتحدة الأمريكية يعني طاردوا الجسم المعرفي الأنثروبولوجيا في النظريات نظريات الأنثروبولوجيا وطاردوه في مناهج وأدوات البحث اللي استخدمت للتطبيق عليهم وطاردوه في الإحصائيات ومصداقية المعلومات الموجودة يعني واللغة المستخدمة يعني وأنا جالس أشوف في الشغل اللي هم عاملينه وجدت أنه فيه نصح التعبير عملية قصف على كل المحاور لهدم الأسس اللي بنيت عليها الأذرنس هذه اللي هي النظرية الغربية إذن على المدى الطويل تحتاج أنك أنت تفرز عمل بنيوي يعيد هندست هذا المخزون في الأزمات اللي أحدث لها إن صح التعبير تأزمنت أصبحت لها طابع طابع مزمن المسألة الثانية على الواقع الخارجي محتاجة كفاح مريغ محترك لتأسيس دولة المواطنة إحنا قلنا أن الدولة الجديدة المعاصرة شئنا أم أبينا قائمة على فكرة الرغبة في العيش المشترك وهي حطو تحت عشرين عشرين قط لم تعد دولة الرعية لم تعد دولة الرعية يعني قبل القرن الثامن عشر كانت الدولة عبارة عن دولة رعوية ملك ورعاية يسكنون في الأرض التي يمتلكها وهم سكنهم في الأرض اللي يمتلكها هم دخلوا تحت رعايته وخلص استسلامهم له طوعي الدولة المعاصرة قائمة على ما يسمى بالرغبة في العيش المشترك وبالتغلي أصبح فيه منظور جديد جدا للموضوع فأصبح الكفاح من أجل تأسيس دولة المواطنة هو الضامن الحقيقي للرغبة في العيش المشترك وإلا على خطوط الانقسام يمكن أن يفكر الكثيرين في قضية كسر هذه الوحدات السياسية وتفتيتها إلى إجسام صغيرة وهذا يعني في دولة المواطنة تقنين الاختلاف وتصريفه تقنين الاختلاف وتصريفه بمعنى آخر أن الاختلاف يجد له آلية للتعبير عنه ويجد له أنصح التعبير آلية للاستجابة اللي تحفظ العيش المشترك في بريطانيا يعني أنا سكنت في شمال بريطانيا في أدنبرا والمناطق اللي محيطة بها في سكوتلندا وسكنت في الوسط وسكنت نصح التعبير جنوب بريطانيا في ويلز إذا مشيت مثلا في ويلز ستجد اللوحات مكتوبة باللغة الويلشية وهي لغة من 60 لي لا احترامي يعني يعني أن كم الحروف يعني مثلا عشان تكتب كلمة كاردف اللي هي مثلا من صح التعبير ستة أو خمسة حروب أنت عندك سطر كامل عشان تكتبه باللغة الويلشية عندهم محطة تلفزيونية تعلم كلغة ثانية في البلد عندهم محطة إذاعة باللغة الويلشية وكل المراسلات والكذا هناك اعتراف هناك تصريف لل تصريف للاختلاف اللي موجود وعندهم حزب وطني يطالب بالانفصال في مقابل كتلة كبيرة جدا تطالب بالبقاء ضمن الوحدة بريطانيا العظمان إذن حتى اللي مختلف ويطالب بشيء حاد تم تصريف طاقتن يعرض نفسه على جماهير أو على الناس مثلا ناشنال بارتي مثلا في سكوتلندا وصال لها مدة طويلة جدا يعرض نفسه على الشعب باعتباره مطالبا بالانفصال عن بريطانيا ومع ذلك لا يرقى قبولا الناس تريد البقاء في الوحدة البريطانية إذن المواطنة اللي النزاعات تجد لها أيضا تصريفا ماديا خارجيا هذا حدث في دول العالم وقابل أن يحدث عندنا إذا فهمنا التحول اللي حدث في الدولة المعاصرة أنها تقوم على قضية العيش المشترك وليس الدولة رعية اللي هي الدولة التاريخية المعروفة المسألة الثالثة اللي بناء مجتمع مدني قوي يعني لما يكون المجتمع المدني هش تصبح الدولة والأقليات هم الذين يديرون الصراع بالفعل ورد الفعل لما يكون في مجتمع مدني قوي قد تنحاز الكتلة المدنية إلى المطالب العادلة حتى للأقليات وبالتالي المشترك يصبح يصبح كبيرا ما يصبح استقطاب بين قوتين قوة رافضة مثلا للظلم أو ما تعتقد أنه ظلم وقوة تمتلك البطش والآلة العسكرية فتفكر بالعضلات وبالتالي يصبح عندنا صراع عدمي إنما تتأخذ قوة المجتمع المدني لإيجاد المشترك الحاضن لتجميع هذه الفئات يبقى على المدى البنية والطويل نحتاج إلى ثلاث آليات آليات حفر معرفي ونضال لتأسيس دولة المواطنة الحقيقية وبناء مجتمع مدني قوي هذه الضمانات القبرى لاستمرار في العيش المشترك لكن من هنا إلى أن ينتهي العمل في هذه المسارات المضنية الحفر المعرفي ودولة المواطنة الحق وبناء المجتمع المدني القوي أنت عندك مسار من الانفجارات المستمرة داخل هذه الاحتقانات المزمنة ومحتاج آلية للتعاطي مع هذه الأشياء محتاجين أنصح التعبير فيما يعني أفكر فيه بصوت عالي إلى آلية رصد للتوترات والاحتقانات يعني مثل ما الآن يعملون رصد للبراكين والزلازل حتى يتوقعوا يعني قابلية الانفجار ودرجة محتاجين نحط على مقياس الاختر اجتماعي لنعرف أين تصل درجة التوتر في بيئة ما ثم محتاجين انصح التعبير جسم للعقلاء والحكماء داخل المجتمع داخل المجتمع اللي هم بديل عن انصح التعبير المجتمع المدني القوي إلى أن يتكون مجموعة من الحكماء والعقلاء من الأطراف يشكلون آلية تحكيم وفض منازعات وتصريف للنزاعات ثم محتاجين وضع آليات وهذه أنا ما عرف شو بنعمل ها لكن الكلام بلاش مثل ما يقولون محتاجين وضع آليات للتعامل المباشر مع الأزمة والضغط على أطراف في حالة حدوث يعني بحيث أن صناع الأزمة غالبا مش كل الناس صناع الأزمة معظم الناس وقود للأزمة لكن في صناع للأزمة هؤلاء يحتاجون ولذلك المقولة المشهورة اللي هي الناس دائما تردد هنا تعاون فيما اتفقنا عليه ويعدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهو لما صدرها محمد رشيد رضا كانت في قضية الصراع المذهبي بين السنة والشيعة ولها تكملة تكملتها وأن يلجم كل منا سفهائه لأنها كانت تدور ما كانت تدور حول الجملة كانت الفكرة الرئيسية عنده إنه والله نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويلجم كل منا سفهائه إذا لم يؤاخذهم معناها تركهم لكنه محتاج يلجمهم لأن ذينا هم الذين يعني يفاقمون من الأزمة والمجتمع قد لا يكون مستعدا فتنتهي إلى انقسام حقيقي وإلى تفتت داخل المجتمع ونزاعات كبيرة ما حاولت أني أنا أعمل في الورقة وهي ورقة قديمة ليست حديثة وحصلت عليها شتاء معتبرة في النت لما كتبتها هي محاولة صح التعبير بالتفكير بصوت عالي فيما فعلته أمم الأرض باعتبار أن قضية خطوط الانقسام المحتملة موجودة في كل المجتمعات وأن بعض هذه المشاكل حدث لها إن صح التعبير مدى زمني سمح بوجود جسم ولغة ومشاعر داخل الأزمة مكتنزة داخل الأزمة وحصلت مكتنزة داخل الأزمة